اشتركوا في القناة وكيف نزرع قال عليه الصلاة والسلام لقيت إبراهيم ليلة أسر يبيه فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حديث صحيح وقال مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة قال عليه الصلاة والسلام وما غراس الجنة قال إبراهيم لا حول ولا قوة إلا بالله رواه أحمد وهو حديث صحيح لغيره من قال سبحان الله العظيم بحمد غرست له نخلة في الجنة رواه التربة وحديث صحيح أما الأنهار فقد ذكر الله في القرآن في بضع وثلاثين مرة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قال أنس رضي الله عنه لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض يعني يحفر في أرض الجنة مجرى لا لا والله إنها لسائحة على وجه الأرض إحدى حافتيها اللؤلؤ والأخرى الياقوت وطينه المسك الأذفر قلت ما الأذفر؟ قال الذي لا خلط له صافي نقي غير مخلوط إذن مع كونها سائحة لكن لها حواف عجب وغير جارية في أخدود تجري في غير أخدود أنهار الجنة من أين تفجر؟ قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة إذن هي مثل قبة فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة والجنة أربعة أنهار من غزارتها وعظمها سماها النبي عليه الصلاة والسلام بحاراً فقال إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار بعده راه التنمذة وحديث صحيح وقد وصف الله تعالى في القرآن ماء غير آسن لا متغير ولا منتن لا مرارة ولا كدورة أعذب الماء وأصفاه أطيبه رائحة وألذه شرباً وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لا بحموضة ولا بغيرها أنهار من خمر لذة للشاربين ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنيا ولا تسبب مغصاً ولا صداعاً ولا تذهب عقلاً وأنهار من عسل مصفى من الشمع وسائر الأوساخ أما عيون الجنة والذي يحب المياه ويعشقها فقد جعل الله له في الجنة إذا أصلح عمله إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في ظلال وعيون وعيون جارية فيها عين جارية تجري بغير أخدود كما ورد في الأنهار وقال تعالى وماء مسكوب قال الطبر مصبوب سائل في غير أخدود وماء مسكوب قال سفيان يجري في غير أخدود أما عيونها منها السلسبيل ويسقون فيها كأساً كان مزاج وزنجبيل عين فيها تسمى سلسبيلا سميت سلسبيل لسيلانها وحدة جريها ولين شربها وفيها تسنيم يسقون فيها يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرو بها المقربون يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك الخلط مسك والمزاج هذا الموصوف من شراب يقال له تسنيم أشرف شراب أهل الجنة وأعلى قال تعالى عيناً يشرب بها المقربون فإذاً يشربها المقربون صرفاً وتمزج لأصحاب اليمين مسجاً عين الكافور قال بعضهم لكنه مرجوح لأن الكافور ليس عيناً وقد قال عز وجل إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة اللحم مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون والشراب من جميع الأنواع كيف تخرج الفضلات؟ أصلاً ما في فضلات النبي عليه الصلاة والسلام قال يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون ولكن طعامهم ذاكاً جشاء كرشح المسك يلهمون التسبيح والحمد كما تلهمون النفس رواه مسلم فإذاً كيف تضمر البطن؟ يخرج مثل رشح المسك فتضمر البطن فيأكل ويشرب ويأكل ويشرب ثم يخرج مثل رشح المسك فتضمر البطن وهكذا لأنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولباسهم من الحرير والديباج ولباسهم فيها حرير ولذلك نهي الرجال عن لباس الحرير في الدنيا وعليهم ثياب سندس خضر واستبرق فهو يعلو أبدانهم ويجملهم بهذا الحرير الرقيق الأخضر والظاهر من الحرير الغليظ والبطاء من الناعم وأما السميك للخارج ثياب أهل الجنة تخرج من ثمارها كما ورد وهذه الثياب لا تبلى كما قال عليه الصلاة والسلام من يدخل الجنة ينعم لا يبأس ولا تبلى ثيابه ولباسهم لا يعدلوا شيء من ملابس الدنيا ولذلك لما أتي للنبي عليه الصلاة والسلام بجب من حرير وعجب الناس منها قال والذي نفس محمد بيده لما نادين سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا رواه البخاري ومسلم أما أنت يا أمة الله التي وضعت الحجاب فتذكري أن الحجاب هذا شأنه عظيم حتى في الجنة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها قلت يا أبا هريرة من نصيف؟ قال الخمار رواه أحمد والصحاء الألباني أما الحلي والأساور فلا تسل عن نورها لأن لها ضوءا شديدا يحلون فيها من أساورا من ذهب هذه الحلية في أيدي المؤمنين تبلغ حيث يبلغ الوضوء ولذلك أسبغ الوضوء وانتهي به إلى من تهى إليه وضوء محمد صلى الله عليه وسلم هناك تيجان على الرؤوس من الحلي قال عليه الصلاة والسلام في الشهيد ويضع على رأسه تاجل وقار اليقوتة منها خير من الدنيا وما فيها أما والدا حامل القرآن فقد قال عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن وتعلم وعمل به أن ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهم الدنيا فيقولان بما كسين هذا؟ فيقال بأخذي ولدكم القرآن رواه الحاكم وحديث الحسن هل هناك أمشاط؟ نعم آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب هل هناك مجامر؟ نعم ووقود مجامرهم الألوة والحديث في البخاري وبخورهم العود الهندي العجب أن هذه مجمرة ويظهر منها البخور ولكن ما في نار محرقة ولا إذا الخدم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤ أم منثورة غلمان يعني صغار دون البلوغ أهل الجنة يسمعون الغناء فيا طوبى لمن منع نفسه من غناء الدنيا كي يسلم له الغناء في الجنة ما هو الدليل على أن أهل الجنة يسمعون الغناء؟ قال الله تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون يعني يتنعمون بسماع الغناء وهو من السرور والنعيم العظيم في الجنة والحقيقة أن الجنة فيها سماع طيب جدا فهم يسمعون السلام وأعلاه من رب العالمين سلام قولا من رب الرحيم ويسمعونه من الملائكة سلام عليكم ويسمعون من الحور العين الغناء وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط إن مما يغنين نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرن بقرة عيان وإن مما يغنين به نحن الخالدات فلا يمتنه نحن الآمنات فلا يخفنه نحن المقيمات فلا يضعنه رأوا الطبراني الصحة الألباني أما صفاتهم أكمل الهيئات والصفات على صورة أبيهم آدم طول ستون ذراعا في السماء كل واحد وأسنانهم أبناء ثلاث وثلاثين سنة كما رأوا تلميذ وحديث صحيح وأما الشكل قال عليه الصلاة والسلام يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين الأجرد الذي لا شعر له على جسده والأمرد الذي لا لحيت له والمكحل هكذا بأصل خلقته عندما يدخل الجنة ويعاد إن شاء النساء إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا أهل الجنة لا يفنى شبابهم ولا يهرمون ولا يسقمون ولا ينامون لأن النوم يمنع عن التنعم ولا يموتون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التسبيح مثل النفس بلا تعب يسبحون لا يمتخطون ولا يبصقون كما قال عليه الصلاة والسلام يدخلون الجنة قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض لكل منهم زوجتان لا يدفلون كما قال عليه الصلاة والسلام